أهلا وسهلا بالطلبة أول سنوي في مادة الأحياء النهاردة نشرح أول دروس الفصل الثاني واللي يكون عن البروتينات ولما نيجي نعرف البروتينات هنقول عليها هي جزيئات بيولوجية كبيرة يعني بوليمرات بتتكون من عدة جزيئات أصغر منها تسمى اللحماض الأمينية والبروتينات بتتكون من زرات الكربون والهيدروجين والأكسوجين والنيتروجين ومن أمثلة البروتينات عندنا الليفة البروتينية بتتكون من عديد الببتيت اللي بيتكون من أحماض أمينية وبالتالي البروتينات بيكون وزنها الجزيئة كبير وبتتكون من وحدات بنائية هي الأحماض الأمينية تعالوا نشوف بعد كده تركيب الأحماض الأمينية الحمض الأميني هو وحدة بناء البروتين وبيتكون من زرات كربون بيكون متصل بيها زرات هيدروجين ومجموعة الامين القاعدية واللي رمزها NH2 ومجموعة الكربوكسيل الحمضية اللي رمزها COOH ومجموعة العلقيل واللي رمزها R ودي مجموعة بتختلف من حمضة اميني للتاني وبالتالي بتكون هي المحددة لنوع الحمضة الاميني فبالاستنتج من تركيب الحمضة الاميني ان كل الاحماد الامينية عبارة عن مركبات وضوية بتتكون من زرات الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين والاحماد الامينية بتسلك سلوك الاحماد والقواعد او القلويات نظرا لاحتواءها على مجموعة الكربوكسيل الحمضية ومجموعة الامين القاعدية اي انها بتعمل قحمد او قاعدة وبالتالي بتسلك سلوك الحمد في الوسط القاعدة وبتسلك سلوك القاعدة في الوسط الحمدي وعدد أنواع الأحماض الأمانية اللي بتدخل في بناء البروتينات 20 نوع من الأحماض الأمانية زي مثلاً الجليسين والألانين والفالين فبيكون عندنا 19 نوع من الأحماض الأمانية هو التركيب ونفس التركيب اللي احنا لسه شرحينه دلوقتي زرة كربون متصل بها زرة هيدروجين متصل بها مجموعة الأمين ومجموعة الكربوكسيل ومجموعة الألقية مع هذا حمض أمين واحد وهو حمض الجليسين وهو الحمض الأمين الوحيد الذي لا يحتوي على مجموعة الألقيل وبيحتوي بدلاً منها على زرة هيدروجين فبالتالي البروتينات بتتكون من محادات متقررة من الأحماض الأمانية اللي بتكون ملتبطة مع بعضها بروابط بيبتيدية والربطة الببتيدية بتنشأ ما بين مجموعة الكربوكسيل لأحد الأحماض الأمينية ومجموعة الأمين للحمض الأميني التاني وده بيكون عن طريق نازع جزي ويا فبنشيل زرّة أكسجين وعيدروجين من مجموعة الكربوكسيل وبنشيل زرّة الهايدروجين من مجموعة الأمين للحمد الأميني المجاور له وعدد الروابط اللي ببتدية النتيجة من اتحاد عدد من الأحمد الأمينية بيساوي عدد جزائيات الماء المنزوعة أثناء التفاعل الكيميائي واللتين بيساوي عدد الأحمد الأمينية ناĩس واحد عندنا لما يتصل حمد أميني بحمد أميني آخر بواسطة رابطة بيبتدية بنقول على المركب ده مركب سناي البيبتيد لأنه بيحتوي على 2 أحماض أمينية بس لكن لما بيتصل 3 أحماض أمينية ببعض أو أكتر بواسطة روابط بيبتدية بيكونوا سلسلة عديد البيبتيد وفي سلسلة عديد البيبتيد بيكون عدد مجموعات الكربوكسير الحرة تساوي عدد مجموعات الأمين الحرة اللي بيكون عددهم واحد نيجي بعد كده لتصنيف البروتنات البروتنات بيتم تصنيفها طبقا للمواد اللي بتدخل في بنائها إلى بروتنات بسيطة وبروتنات مرتبطة البروتنات البسيطة بتتكون من الأحماض الأمينية فقط زي الألبيومين وبروتين الألبيومين بيكون موجود في أوراق وبزور النباتات وبيكون موجود في بلازمة دم في الإنسان وهو من أشهر إلى مثلة للبروتنات البسيطة اللي بتتكون من أحماض أمينية فقط وبالتالي بتكون العناصر الموجودة في بروتين الألبيومين هي الكربون والهايدروجين والأكسجين والنيتروجين إنما البروتنات المرتبطة بتتكاون من أحماض أمينية مرتبطة بعناصر أخرى فعندنا مثلاً الأميبة في أحماض أمينية مرتبطة بأحماض نووية بتكون لنا بروتين الكروماتين وبيكون العناصر الموجودة فيه كربون وهايدروجين وأكسجين ونيتروجين وفسفور ولما الأحماض الأمينية ترتبط بعنصر الفسفور بتكون لنا بروتين لبن النووة اسمه كازين فبتكون العناصر الموجودة فيه كربون وهايدروجين وأكسجين ونيتروجين وفسفور ولما ترتبط الأحماض الأمينية بعنصر اليود بتكون لنا بروتين الغضة الدرقية واللي اسمه السيروكسي فبتكون العناصر الموجودة فيه كربون وهايدروجين وأكسجين ونيتروجين زائد عنصر اليود ولما الأحماض الأمانية ترتبط بعصر الحديد بتكون لنا بروتين خلايا الدم الحمراء واللي اسمه بميبلوبين الدم فبتكون العناصر الموجودة فيه كل من الكربون والعيدروجين والأكسوجين والنيتروجين والحديد نجي بعد كده لأعمية البروتينات البروتينات بتسهم في العمليات الكيميائية الحيوية اللي بتحافظ على الحياة وتعمل على استمراريتها بحيث ان بتدخل في تركيب الانزيمات والكثير من الارمونات اللي بتحفظ وتنظم جميع العمليات الحيوية في الجسم ده غير ان البروتينات بتشكل البنية التركبية لجميع الكهنات الحية بحيث انها بتدخل في تركيب ووظائف جميع الخلايا الحية بحيث ان البروتينات هي احد المكونات الاساسية للأكشية الخلاوية والكروموسومات وبتكون العضلات والاربطة والأوطار والأعضاء والغضد والأظافر والشعر والبروتينات بتدخل في تركيب الكثير من سواء الجسم الحيوية زي الدم واللمف واخيرا البروتينات بتكون ضرورية لنمو الجسم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة